تهماني مسألة تنزيل هذا الأمر الذي نريده نحن كيقولك إحنا ماشي من ذوك الناس اللي غافلي نحن عرفنا قيمة العمل جمعا كمتدينين ولكن حينما نريد أن ننزل هذه المسألة على واقعنا المعاش ونمشي عند البوليس ونحط بمجرد أن تكون متدينا تورفض آه هذه المسألة ينبغي بإذن الله تعالى أن لا نستسلم لها علاش لأن القانون الجديد مباشرة حينما يتبع الخطوات انتع إنشاء جمعية جيب الناس محضر والمكتب والدفع للسلطة في ذلك الوقيتها كد الإشعار أنت الآن قانونيا جمعيا لا اسمح لي القانون غير القانون القانون الآن الجديد يعني يعطاه واحد دفع قانوني بالنسبة لهؤلاء كي يجيه واحد السيد يبغي مثلا يتكرفس عليهم ويقولهم انت مدين ولا انت مش كذا هنا إن شاء الله تبارك وتعالى أي خص يكونوا المدينين أيضا محامين لكي يتابعون هذه المسألة قضائيا كيف يمكن لإنسان يضربوا هويتنا ويعتولوا بسهولة أي جمعية ونحن مع الدستور نيشان إسلامية البلاد ومغاربة وما عندنا حتى شي حاجة لم يقدر نمشي نجيب بل بوليس نجيب حسن السيرة بحالي بحال الغريب إذن ما هو المستند الذي استندتم عليه كأمن حتى ترفض هذه الجمعية لأنني أنا أنتم إليها أنا عندي حسن السيرة فتصدروا بسجز عليه حكما قضائيا لأن الحكم القضائي يستند على الدلائل والحجج على ماذا استندتم أنتم حتى منعتم الترخيص لهؤلاء هذا هو إذن إحنا لا ينبغي أن نستسلم في هذه المسألة أبدا لأن لقيتهم ماذا بيهم غير تمشيتان من الدين يقول لك اللوت وللور عندهم بالربوحات لأنه لا يريدونك أن تنافسهم رغم عارفين باللي أنت إلى جيت غيرت تزحمهم وتنافسهم هم عندهم مشروع وفق أنت وعرفت كيفاش يديروا يخدموا ومشيت حتى يديروا نفس الآلية لا يريدون يتمنوا باش يبقى هذا المجال حكرا عليهم حتى يحرفوا مصارى هذا البلد ويبعدونه عن هويته لغة ودينا ومرجعية وحقوقيا وثقافيا واقتصاديا وصياسيا يريدون أن إلحاق هذا البلاد والعياذ بالله بما لا نحب نحن الشعب المغربي المسلم فلا ينبغي أن نستسلم أنا أقول لشبابنا المتدين الشباب المغربي أنتم أولى الدستور معكم والقانون معكم فعليكم أن لا تستسلموا لمثل هذه العرقلات لأنها عرقلة غير مبنية على أسس قانونية هذه واحدة ثانيا الإنسان دار الجمعية وأراد مثلا يزيد إن شاء الله تبارك وتعالى يستعمل وسيلة العصرية وهو التشبيك الجمعية نعطيك بوح المثال تحرفوا منين يقولوا مثلا هذه رأى مثلا ائتلاف جمعيات نسائية شحارفها تقول يقولك فيها ثلتميات جمعية حقوقية وكذا شحارف ثلتميات جمعية وشحارفها من واحد شحارفها فيها مئتين واحدة ثلتميات جمعية فيها مئتين واحدة كده الأولى يتبدلوا غير رئاسة الرئيسة هنا وفي هذا الجمعية الأخرى واسمه النايبة الأولى وفي جمعية الخراسم النايبة الثانية ويتنى وبوغيهما ودينها في الداخل ويستغلوهم سياسيا هذو كل الأحزاب اليسارية اللي عندهم في استوجه وهما عاودك يستغلو هذه الأحزاب السياسية وكي تشبكوا معهم لتحقيقي الأغراضهم إذن هما رأهم تلتميات جمعية فيهم مئتين واحدة حنايا الشعب تصيب عندنا العجب وجمعية هنا وجمعية هنا وجمعية ما نديروش اتلاف ما نديروش شبكة المسألة اللي طرحها الأخ هي أننا منهم شين ندير تشبيك الجمعوي وجدنا أن أغلب العاملين بالجمعيات هم أناس انتهازيون لا يهمهم الفكرة التي من أجلها أنشأوا الجمعيات أو اجتمعوا واتلفوا عليه إنما هم كل واحد هو الهم الذي يغلب على كثير من الشباب العامل داخل الجمعيات هو هذا شيء يدي من الجمعية ولكن الجمعيات بحل المقاوالات كانت تعطين ميل في فنتاحها البلدية من اللي تديه الرخصة والترخيص من وزارة الداخلية وتديه من القضاء تمشي الله يجعل ما تدير حتى شيء تشيء نشر تكتب غير البرنامج السنوي جمعية كذا 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 ها هو ها هو المحضر ها هو المكتب ودي رش الله البرنامج السنوي عيد الاستقلال حفلة كذا 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 رياضة كذا ككورة عيد الأخور كذا كذا وتدفع ومن بعدك تجيلها الفليسات يبقى واسمه هو الهم ديالهم هو أما الجمعيات وسيلة للارتزاق وليست وسيلة لإحقاق الحق والدفاع عن هوية الأمة هذا مسألة موجودة وحقيقة لذلك نحن واسموا المقصود أنت عناش أنتم ما مصبتوش هذي الناس اللي يخدمون لأن الإنسان اللي يحمل لهم ديال الدين اللي يمشي الجمعيات بكاش اللي يمشي والجمعيات هذي النوع أنا نشوف الجمعيات كذا يري العضاء ديالهم كذا يري كاللي ما عنده غرضة في الصلاة كاللي ما عنده غرضة في الدين نكلم عنده كذا وخاصة أنت تكلمك عن الجمعيات الرياضية أين المتدين في هذه الجمعيات الرياضية الذي يستعمل الرياضة وسيلة لتقوية بدنه ليطيع الله هل هناك مفهوم هل مفهوم عندك استيد اللي يمشي ديال الجمعيات الرياضية بكاشي ولذلك هذا يجعلني أؤكد على أن المسلم الملتزم في بلادنا لا زال منعجلا ولا زال لا يريد أن يقتحم المجال لكي يؤسس جمعيات بهذا الهدف لحماية هوية الأمة لغتها دينها أسرتها التي يتهجم عليها من قضية من هذه المؤتمرات الدولية وصرة تعليم الاقتصاد ولذلك جاءت هذه الكلمة بهذا القصد هو تحسيس المتدينين وراني في الأول ممكن تتكلم عن المجتمع المدني بلحتها تسمية المجتمع المدني راه غلاط نحن مجتمع مسلم ولكن داروا مجتمع مدني باش حتى اللي يدخل هنا يعني كنتشوف لقانوا انت 58 تاع الجمعية وزموا فيها انه لا يقبلوا أبدا تأسيس جمعية على أساس ديني باش يكون قاعد دين أو حزبي ما قاعد يكون وروح شوف كل شي جمعيات كيستغلوا الحزاب وروح شوف كل شي الحزاب الأخرى ركت حارب الدين لهم يطلقوا بالدين باش حاربوا الدين وإحنا باش نطلقوا بمرجعية إسلامية إحنا سديقا ما نقول إحنا رحنا نديروا نعم سديقا ونخدموا في المجال دي أنا علش كيديروا إني مثلا في المغرب جمعيات بتعلوا السلفات الصغرى ألف جمعيات السلفات الصغرى باش تمم الربا على الناس وعلى المرح التفل بادية ها علش علش ما عندناش جمعيات السلفات جلش القرض الحسن علش في الاقتصاد علش ودكون في ماء رؤوس أموال دي الأغنية علش علش ولذلك هذا يجعلنا أن أؤكد على غياب العنصر المسلم فلا يلومن بعد ذلك المسلم في هذا البلد إذا هجم دينه وعقيدته ولغته وكل شيء في بلاده إذا هجم لا يلومن إلا نفس وإنت أسمر لك الدين أبو هنسمر حلان دين ولذلك جاءت في هذه الحكومة جاءت هذه المسألة إنت اعتبار نهار 13 مارس هو اليوم الوطني للمجتمع المدني أرملك الكورة تحرق قال لك بتكون شريك للحكومة في اتخاذ القرارات المصرية وقال لك الحكومة مستعدة أن تستقبل جميع الآراء في جميع ما تريد الحكومة أن تتخذه من قرارات ومشاريع هرنر 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 لذلك هذه المسألة مهمة جدا وتتعلق بمستقبل هذا البلد إذا نحن ما خصنا شيء يأسو ما خصنا شيء يأسو والله تعالى على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر